أغلقت إدارة معبر باب الهوى الحدود مع تركيا المعمرة أمام فئتين من المدنيين الذين يدخلون ويخرجون عبر هذا المعبر في بيان أصدرته الإدارة يوم الثلاثاء بسبب الإجراءات المتبعة لدى الجانب التركي بما يخص أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 إدارة المعبر قالت في بيانها أن المعبر مغلق أمام حركة المرضى أصحاب الحالات الباردة والمسافرين من وإلى تركيا اعتبارا من هذا اليوم الموافق للثالث والعشرين من أيول الجاري وحتى إشعار آخر هذا القرار يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لدى الجانبين التركي ومعبر باب الهوى بخصوص أزمة فيروس كورونا طبعا الإدارة أيضا أوضحت في بيانها أن الإغلاق لم يشمل حركة المرور الشاحنات التجارية والإغاثية حيث ستبقى تعمل كالمعتاد من وإلى تركيا وإلى سوريا ومن سوريا وإلى تركيا طبعا يعتبر معبر باب الهوى من أهم شرايين الحياة في إدلب لكل مناطق شمال غرب سوريا هذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا أحمد أمي التلفزيون وسوريا معبر باب الهوى ريفو إتلاك